اورام اللينف الينف نود الأورام اللينفاتيك سيستيم يأ bald it looks like this بص معايا طبعا بص gumini look like-y الينف نود احد الأشهر اورام اللينف نود عايز عالكم حاجة اورام اللينف نود كلها maleshnot اورام لما عنده ورم في اللينف نود كله maleshnot لا يوجد من الماسي صارت ايه ايه واحد عندها بريست كونسر مثلا الورم عمل سبريت فيها الاكسير الينفينوت ماشي والمست كومن هي الساكندرز المست كومن تيومر في الينفينوت هي الساكندرز يعني حتى الساكندر هي المست كومن تيومرز الجروس بتاعتها بتلاقي الينفينوت وفيرم وغريش يعني تبقى ضخمة كده والنودل تش كله انفلتريت بايه بال ده بنسبه ل これ للجروس بتاعتها وتيجي تبص طيب او يعني الميكروسكوبك في الساكندرز زي تيومر بتعمين الارجن في المتقصد ايه بس عادة ان يعني في الساكندرز دي انلرجت فرم جري شويت ويحصل لصف نودل تشو يعني نودل تشوف ايه بيختفي خالص ماشي لا بالنسبة للايه للساكندرز واخوانا دي الموست كومن لمفنود تيومرز ماشي يعني في الليمفنود الأشهر في الأورام الساكندرز وليس البرايميري ماشي يقل لا يوجد طاوعي في الليمفنود والنفينود الجماعة المرايميري بتاع الليمفنود دي ار اول مالجنان كلهم ايه مالجنائد مافيش بناين تيومر في الليمفنود كلهم ايها مالجنائد طبعا قصدي انا وسبكالم على آدين الرجاجل قصدي الليمف نود وما يمثيلها يعني ايه ما يمثيلها عندنا مسلا في جسمنا في سبيليم تصدع كدة Fangتفي بردو ايه ؟ ليفاتيك تشوبل او ليفوت تشوب كامل عندنا هاجل ماهم جيد في جسمنا الطونسل الماقش من التنسيط بل من الشائعة بالنسبة للمفتيك system كلمفومة يعني أشهر مكان يجي فين فيه المنفذيتو موجود في المفنوت في موجود في السبلين في موجود في الأكسترا سبلينيك يعني مثلا ال ähnlich dudes تنسيط مواجهر لنحسيم فيه المفنوت syntر يمين هذه المفنوت نفسها يمين هذه المفنوت لنفسها الممواجه يباك دلتنا اتفاءنا على الغالي الأورام تعليم الفنوت كلها مالجننت سواء برايميري أو ساكندري البرائمري اسمه إيها لينفومة اللينفومة بتيجي فين في أشهر مكان ممكن سبرين ممكن أضر بس الأشهر مين اللينفينوت طيب بص معي تعالش في جنرال فيتشرز أوف لينفومة إيه هم أولا قلنا كلهم إيها مالجننت اتنين الرئيس فروم اللينفويت الطيب ما left اللينفويت 前 ميكانها سمع اللينفومة بتيجي فين أول حاجة نودل اثنين إكسترانودل ممكن تبقى نودل ممكن تبقى نودل ممكن تبقى إيها يعني إكسترانودل يعني إكسترانودل يعني إيه سبلين المفويت آubs أو أشف يعني لحيط لليفر وراحت للكيدي وراحت على موض I ماشي يبقى كلمة extra nodal دي برا للمفنود في اي حتة سبلين او اي مكان بس اساسي رقم واحد منها سبلين و بعدينها لمفويتشو و اي اثر ارجان يحصل اسمها لمفاتيك انفلتريشن الى اثر ارجان او درشعر على اثر ارجان يبقى السايتس ممكن نودل او اكسرا نودل نودل فين لمفنود و ايه السايتس ماشي اشهر مكان بيجي في المفوم هو من المفنود يليها سبلين يليها لمفويتشو او اكسرا ايه او اكسرا نودل ماشي اعبوا له خصاص عامة ماشي ايه ايه بقى نوع المفوما في الكلام ده كله ماشي حاجة تانية برضو هاي سألوكم حاجة هو اللينفوسايتس انواح ايه يعني حتى اللينفوما خاصة حاجة طبعا اللينفوسايتس يعني بي و تي بص اجماع معظم اللينفومات بي معظم اللينفوما تطلع منها من بي نسبة ضئيلة جدا منها تطلع منها من تي وبتبقى خاصة بالجلد مثلا اسمها ايه اللينفوما بتيجي فينها في المنطقة اكسرا نودل في المنطقة الايه الجلد يعني اللينفوما مانلي ارائز فروم بي سيلز ماشي ممكن ميبي تي سيلز في السكن لينفوما يعني حتى ان شاء الله ما ناخد التأسيمة بتاعت اللينفوما بتاعت الجلد كلها جلد 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 كوتينيس لينفوما ساب كوتينيس مش عفل لينفوما ايه مش عفل حاجة اسمها بانيكيولايتس تي خاصة بالجلد برضو ميكوز فانجويدي موجودة بي عنده فينها في الجلد يقولك ايه غالبا ماشيي في بعض الحالات او في بعض الحالات اللينفوما يقولها في الجسم مت Pat他 charts هبلكوا ما هناك نوعية مع الاورام اللينفويه المbul essay ببقى اللينفوما خاصة ما هي حاجة اسمهاorton estimati هكون اللينفوما ونโتجن ايه الا الجلد من الاورام اللينفوموما محمل حاجة اسمها Slat Regional بس المستكون هوه اللينفوما soothe ننهوتجكن على حسب نحن هنا من الخلايا الموجودة وقلوكها على دلوقتي بس هاي المفهومة برضو وكومل اللي طالع برضو منها من البيسلز ماشي؟ قال لك غالب ان الهوتجكن بيبدأ في مجموعة محددة من المجموعة محددة مجموعة محددة يعني مثل ايه بيقى في سريكا المفهومة بس ويأخذ مثل الجنبها ينزل على الايه على السوبراكلافيكرو على الميديا ستاينير بس يعني ايه بقى غالبا مين ده الهوتجكن الننهوتجكن غالبا يبدأ في الليمفهومة كلها مع بعضها يعني هو السرطان الفابع اللي هو اسمه ننهوتجكن ده بياخد كل الليمفهومة بياخد كل الليمفهومة تلاقي بقى ايه سيرفايكل واكزيلري ومدياستين كله 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 في نفس الوقت ماشي؟ قال لك ممكن الليمفهومة دي النودل بتبدأ بتبدأ ب يعني كل الليمفهومة as in non هوتجكن ليمفهومة بتبدأ باقراك إيه كل الليمفهومة طب ما الليمفهومات هتو بتاخدش كله في نفس الهوتجكن حاجة اسمها هوتجكن ايه eliminated ايه هوتجكن دي هنعرف حيات طب حاجة تانية حاجة تانية ساعة غريبة قوي يقولك إيه ساعة الليمفهومة بقى معها اللوكيميا او يعني يجيلوا لينفهومة بعكا يجيلوا إيها ليوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميوميومي ولا ميلو بلاست مش دي كل قويط بلد سيلز ووجودها فين في الدم ودي في ايما تيور برضو على فكرة اللي فوما دي يعني فيه بعضه لينفو بلاست والله طب ايه الفرق بين اللوكيميا ايه بقى دي الوقت اللي فوما ولوكيميا الفرق بينهم الفرق بينهم ولا واحد وما او ايه بيطلع فين اللي فوما بيطلع فين في المشكلة يا يبدأ في المفنود واحدة او يخدهم كلهم مع بعض فهمتم منظر ازاي فده المنظر يعني الفرق الاساسي بين اللي فوما والله كيميا مش دعوة خلال دي الوقت ده ورم فين وده ورم فين في اللوكيميا ده تيومر فينها في البون مارو ماليجننت بروليفريشن اوف بون مارو اه طب حيث يكونوا ممكن يروح على اللي فوما بس الورم طالع من اصلا من البون مارو طب في اللي فوما الورم طالع فين بدأ في اللي فنود بدأ في سبلين بدأ في اللي فوما بس في الغالب ما تبدأ فينها في اللي فنود فهمتم يعني المنشأ بتاعة تيومر اللي فنود عشان كيسموا لمفومة التاني المنشأ بتاعة تيومر ها في البون مارو اللي هو اللي هو بلاستيك تيشو الليو كيميا وصلت فهمتوا فو ايه الفرق بين اللي فوما وليو كيميا خلاقي فيه نوع اصلا في تقسيمات اللينفوما يعني فيها نوع ايه سواء البيئة او التين يبقى مش ده الفرق بس فيه برضه يبقى الفرر رئيسي الورا مطلع فين الليكيميا بومارو اللينفوما اللينفاتيك سيستم اللي هو اللينفنود سبيلين او اللينفوتش فيمتوها اخوانا طيب بس ما هنقسم بقى دلوقتي هنشوف بس بقى لك في بعض الحالات ممكن اللي مفهم معها لوكميا او يعني هي بدأت ايه اللي مفيمة ييجي معها لوكميا ساعة الهولة كل هدلوقتي ساعة السيب 1 يعني مثلا في فيروس اسمه ايه بيعمل ايه اللي مفهمة لوكميا فيروس بيعمل ايها ولوكميا او ساعات يبقى جاء لee مفومة وبعدين جاءت بعدها ايها لوكميا فيمتو المنظر عاملة ازاي بس دي حاجة ودي حاجة يعني الطين زاد ايه بل ازاي بقوله دي جنرالي بصوا نعم هانا كان مالا لقد رأيتها شو بقى ايه اللي بحصل انا شوف ما لسه فيه بقى نهوجكين عبره عن ايه بتحصل ايه و ازتج بتاعتها انا جاد بقول هنا ايه الاول ها جانب الفيتش اما ولك لينفومة ارزع دول يعني اوزع فسنا اه عفريت لينفومة ده ماليجننت او بنايم ماليجننت اه كوم اللي بيبدأ فين في اللينفينوتس احي ده تمام بس ممكن يجي برضو اكسترانودل بس كوم اللي فينها في اللينفينوتس ماشي اه الواء التيومر ده ماشي ممكن معها الاوكيميا او فولب ايهاีكيميا بصوا يا جرس الاكتبالل ميكروسجوب هدول جرس في ايه اي نوع في اللينفومة يبدأ ازاي ما احنا قلنا بقى في اللينفينوت صح كده اي نوعهカ ايه يعني اي نوع في اللينفومة بركت اللينفومة عفريت اللينفومة سمل ليم فوسإكل لينفومة بتقول منظر ده تلاقيsärt في الاول الارجت فيرم هوموجينوس بينك تقال للمفينو عملة كده وتلاقيها من جوه كده جريش بينك كده في الاول يقول لك ان اللينفينوز الكبيرة دي بتبق الاول سيباريتد او اسمها ديسكريت يعني ديسكريت مفاصل عن بعضها ثم تلزق في بعضها بوص عملا زي ملحانة مع بعضها يا ما تلاقي تبص على واحد بالصنار ولا حاجة وتقال للمفينوز ملزق في بعضها ماشي القبارة قورتك ولا حاجة كلهم مجمعين مع بعض تعرف ان هي ليه تستيش طب بتبص مثلا للمفينوز كبيرة وتفرع عن بعضها تعفوزها في الاول في المنزل عملا زي بيفرم معنى الكلام ده كتير قوي ليه قال لك اصد المالجنان سيز بتطلع بره الكابسول بتعمل حاجة اسمها كابسولر انفيجن وتقى وتلزق للمفينوز ايه في بعضها في المنزل عملا زي يبقى تاني الليمفينوز بيبقى والقد tosser قلناها ماشي في مطلب بتيبقى يعني يعني بعضها توجذر اوه وصعات في الجماعة بتكون الاشعاء الاخ أنصد ايه with all ايه ايه مت معجنة لبعضها يعني جماعة بتقول الاسنان بيستعمل حاجة اسمها ايه بقل ايه المعجون يعني ليستعملوا كتا في الحشب كلها بيقلبك يعني بس يعني اسمها ماشيت بولها مع� 독يم برضو اسم اتن Ciao اكيب ماتد فكذا كما دي نفس ايه المستطلح برضى يعني ليس طيب طيب ELSEPYLINE نفس المنزل ومالتبل في مالتبل جريش بنيكين نوديول لان يسبينا عم كده وفي كوتل كوتل كده كل هالمها ايها جريش بنيكين نوديول ونفس الكلام مرضو الاكسترانوردال سيزن نفس الفكرة بتلاها مالتبل جريش بنيكين نوديول يعني الاورام بتاع الليمفو مادي كل هالمهاها جريشبنك في المال في اسبرين بتاع وخل باكو بحاجة في المال في نود النودل تيشو بيختفي تماما يعني انت عندك مثلا فيه وفيه مش عارفة السينس بتاعاتها والمضالة والكلام ده كله كل ده بيختفي كلها انفلتريت بايه بمالجنانت سيلز فهمتم طيب وهو برضو النود ايها 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 وربلسمنت افنودل تيشو بنيوبلاستيك لنفويد ايها تيشو بصوا بحيطة دي يعني دلوقتي هنعمل حاجة النفويد ايها الدمرد النورمال تيشو بتاع النفويد بمالجنانت سيشو ايه المالجنانت سيشو ده بقى قال لك بصوا معي لو المالجنانت اللي انفويد تيشو ده بيحتوي على حاجة اسمها ر اس سيلز او منسميها هوتجيكن جينت سيلز يبقى احنا نقسم الدولة الموضوع مهم جدا اسمها بقى كده في خلية كده مشهورة اسمها هوتجيكن جينت سيل اسمها دي نيوبلاستيك سيل خلايا مميزة جدا فين في اللينفومات دي لو اللينفنود تيكتبص في الميكروسكوب ولقيت الهوتجيكن جينت سيل هنسمي دي هوتجيكن لينفومة لو اللينفنود ما لقيت فيها الهوتجيكن جينت سيل بس هو اللينفومة يبقى اسمها نون هوتجيكن ايه اللينفومة او اللينفومة اللي مفهاش هوتجيكن جينت سيل او اللينفومة اللي فيها هوتجيكن جينت ايه سيلي احنا لي بنقسمها أمور الحنظمة محبطة إذا كانت يحتاجها محبطة لا يوجد تسمى محبطة نظر فهنا محبطة 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 يتوقف السل سيل او ار اس سيلز ماشي بس على فكرة الكلمة كده معلش يعني بيأنطاره هوجيكن كده مش هوجيكن هولي اسمها ايو 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 السيل اسمها ايه ها هوجيكن جيل سيل بس الراجل الاتنين دول اتشفوا نوع من الهوجيكن جيل سيل فيه كاركتة غريبة شوية ماشي بيسموها المالكونر سيلز فسموه اسمهم يعني الاتنين يعني فئة غريبة منها من الهوجيكن جيل سيل بس من البرينس حتى المرض سسموه اسمها هوجيكن ديزيز وننهوجيكن هولي احترام د الراجل يعني بس يعني الاتنين كانوا لعبوا في ايه في خلايا هوجيكن كده فبرضو ايه حبوا ايه حط اسيموا عليها فالاختصان بسمها ار اس سيل ريد اند سترن بيرج الاتنين علماء هى نفس الخلاقية بالظبط بس لها كاركتر معين بس احنا نجازة نسميها الار اس سيلز يبقى لو الورم الليمفنود اللي فيها مالكنات تيومور دي فيها الار اس سيلز يبقى ايها هوجيكن ما فيها شيء اسمها نون هوجيكن الهوجيكن ديزيز اسمه كده هوجيكن لينفوما والتاني اسمه نون هوجيكن لينفوما الكشم درس غبي كده عادي بس يتفهم شوية سعب بنسمي ده ايه كده بصو اتش ال وده اسمه ان اتش الاختصاري دي اتش دي ولا فول اتش دي لا اتش دي معناها هوجيكن ديزيز اسمها قولنا ايه هوجيكن ديزيز برضو موقعا كده ايه الفرق دي الوقت اني قلته من هوجيكن ونن هوجيكن الفرق اني قلته الوقت ايه اتش دي ساع كده في فرق اني قلته شوية انت قلت ايه ممكن اللينفنود تبدأ مجموعة صغيرة او تبدأ كلها مع بعضها في الهوجيكن تبدأ جروب صغيرين مع بعض الاول ماشي لوكاليز دي الاول وممكن ان تنتشر ان الهوجيكن تبدأ ايها جنراليزد طبس ايكم السؤال بالمنظر ده كده الهوجيكن بيبقى لوكاليزد في اللينفنود وان الهوجيكن بياخد مجموعة كبيرة قوي امين الاحساب في برغنوزس اكيد الهوجيكن ساع كده هو البتر يعني ياخد لك سيرفاك والتاني ياخد لك سيرفاك ده مصيبة سودة مش كده برضو ففي جدول عندك في اخر الكتاب خالص ماشي رمي في الاخر الكتاب كده اسمه ايه الفرق من الهوجيكن ونانهوجيكن هوين هو بس الجدول دع من حتى يجيب له الجدول عشان برضو ايه نبصها مع بعض كده انت عمدوا حتى التقسيمة اخبري سودة وبنية سهلة بس نشوفها نعمل ايه الفرق بين الهوجيكن ونانهوجيكن ايه بص احنا اقولكم حاجه احنا قلتلكم معلومة ان الليمفومة ماشي بتطلع من بي او تي سيلز بس الكمون ايه الكمون بي حاجه ايه الليمفومة ممكن تبدأ في مجموعة صغره من الليمفنود او تاخد كل الليمفنود صعح ماشكده طيب قلت اللي مفوها ممكن فيها ر اس سيلز او مفهش ر اس سيلز ماشكده وردو طب تعالى بص بقى الهوجيكن كلها بتبدأ بي سيلز كلها بتبدأ ايها بي سيلز فقاللك ايه الهوجيكن disease most cases identifyها بي سيلز بص بتاع تيومور يعني بتطلع الر اس سيلز مش هنقولن في ر اس سيلز طبعا عمل بي سيلز ان most if not all cases يعني في بعض المحالات ان مكانش كلها يعني من اخذ كده الهوجيكن كل ايها بي الاحتمالات اللي فيها تي هو مين ده الهوجيكن 90% بي 10% فقط هما لها تي ماشي تمام يعني تعالى كده هوجيكن هوجيكن بيطلع من اين من البي سيلز 90% بي 10% تي وكتبت حتى كده ماشي زي الاسكن ايه لمفوما يعني هتلاقي معظم انواع تي بتاع النهوجيكن في الجلد ماشي ولي القوي لما تلاقي في انتستان ولا بتاع باعها جلد برضه ماشي طيب يبقى التي سيل المفوما دي في النهوجيكن سكن المفوما كده سكن المفوما ماشي قلنا في الهوجيكن الهوجيكن اخبارها ايه هنا في الهوجيكن معظم ايه الليمفنود او مكنش كلها في برضه هنا حاجة البروجنوزز هنا ايها هنا بان يقول لك اكسترا نودة الانفولفمت اقول لكم بالله عليكم يعني واحد واخد مجموعة صغيرة من الليمفنودز الواره مطلع بارة الليمفنودز ماشي تمام فقال لك ايه طب هنا واره واخد كل الليمفنود يبقى الاكسترا نودة اخبارها ايه اكيد كل من طبعا ماشي يعني انت اصلا التيومر بادئ في صرفك الليمفنودز بس والتيومر تاني واخد لك كل الليمفنودز طب الاحتمال بقي ان فيحصل اكسترا نودة البروجنوز الا 농 Sweet come معناه الكلمة دي. بصوا الكلمة دي. ايه الكلام ده? بصوا الهج كم تبدأ تغلبها فينها? في السيرفايكل. ماشي? مثلا متبدأ في الابر جروب وفي السيرفايكل. اما تيك تنتشر تروح على الابر جروب وفي السيرفايكل. وبعدين وبعدين متجاور صح كده? كلمة متجاور. يعني ايه? بتاخد من الفنود جنبها. الاقرب فالاقرب فالاقرب فالاقرب. ماشي? تعال انا معنا نهج كن. مصخرة. ممكن ان ايه ممكن ان ايه ايه في الاورتك لنفنود الانجوينل واخد الاسبالين مثلا فوق اوغد الاسيرفايكل معاه. مفيش الكلام ده خالص. فانتشار الهج كن متجاور مع بعض. ماشي? بيفر الكلام ده معك ايوه انا كدكتور دلوقتي بكشف على العيان. واحد جايلي دلوقتي ما عندوش كرصيفات كاللينفينوت بس. وش كده ده غالبا ايه ده? غالب نهوتجيكين. ماشي? واحد جايل عنده انا رس ما عملتش تحليل. بس ده نهوتجيكين. بينة خالص ايه ماشيين? الا بقى لو مرحلة متأخرة من ايه? من الهوتجيكين. دي ممكن يعني صعب بيحصل حاجات زي كده. يعني في مراحل في الهوتجيكين. يقول له بقى الادفانسة تستيش بقى. واخد كل معظم الايه? بس كده تسعين في المائة يكون ايها? فهمتوا اخبارنا? طيب. حاجة تانية يقول لك ايه? معناه ايه الكلام ده? يعني العين بتوع الليمفومات عنده فيفر. انمية. ماشي كده? دي اسمها ايه? ايها? فقال لك ايه? مع الهوتجيكين. وليس كموا مع ميها? مع ايه? لنفومات. فهمتم? ماشي? اسمها هرش في الجلد كده اسمها ايه? ماشي? ماشي? دي اسمها كونستيتيوشنل ايه? سيمتوم. كموا مع مين? مع بتاع الهوتجيكين. لس كموا مع النهوتجيكين. يعني مين الاحسن? مين اللي مع اعرض? يعني سبحان الله انا رجل انا رجل انا شفت واحد والله قعد ثلاث سنين عنده اللي نفوم ونهوتجيكين. ما يعرفش. ما يعرفش. انتم تخيلين? وهو بس يقول لك عندي كيف رعبت كده بتاع. يعني حتى بتاع رعبت وكاشت كفيرة قوي. ماشي? بنعمله مش عارف صنار على الكلة? اه كنا بنعم اه اه هو كان جاي اصلا بيشتكي من حصوات في الكلة. حصوات فين ها? في الكلة. بقاله ستنين بيتعالج منين? من يورين والله? ماشي? وبعدين ايه? فمش عارف كان بنعمل اه اشعب السبغة على الكلة ففيه كلة مش شغالة. فحامل طبعا بس ايه بالصنار كان نشوف ايه يعني? حط الصنار لنا لنفنوت ايه كده في بطنه. مش عارف في بقعة كده غريبة او ايه ده. فبعتنا للجماعة تقول الاورام. شوف ايه اللي حصل. فاخدوا من عينا من الاجزيري بتاع الاوروبية شوف اجزيري الفنوت كبيرة. هو اصل كان فاكرها بتاع الموزين العرق والحاجات دي كلها. لاني ساتمع الموزين العرق بيقى في ايه برضو ايه? في الليمفنوتس. ماشي كلام? وكان فاكرها كمين لو بيستعمل الموزين العرق والتابات وحاجة زي كده افتكرة كده. فاخدنا الاجزيري ايه? نون هوتجيكين الليمفومة. ماشي? واللي عمله الليمفومة. هي اللي كتعمل له ايه? الليمفومة. بيشو بقى له سنين. بيتعالج منها. وتخيل منظر نون هوتجيكين ايه? الليمفومة. فهمت المنظر حوالي. حاجة يعني صعب اول. يبقى تعني شباب الهوتجيكين الهوتجيكين ديزيز بيبدأ بيبدأ ايها? ماشي? مع اعراض ظاهرة. سخنية مع انامية مع الوصفويت. هي كويسة. ماشي? اللي برضو يعتبر ايه? نوعا ما افضل منين من النون هوتجيكين. اه انتشار الليمفينود متجاورة ولا غير متجاور? اللي باخد الليمفينود المجاورة ليه? ماشي? البروجنوز بتاعته احسن منينها من النون هوتجيكين ايه? الليمفومة. الجدل ده مهم جدا جدا جدا. بس الله خليكوا يعني ايه? هاتش دي عشان خطري يا عشان اسمه هوتجيكين ديزيز ليه كنت والله ليه كنت يعني? ماشي? طيب! نرجع تاني الايه? لما هو طيب ده بنسبة اسمعوني كده للجنرال فيتش هزوف لفهومة طبعا ممكن سألكم السؤال واحد عنده هوجكين لفهومة ماشي هوجكين لفهومة السيرفاكل اللي مش بتقولنا بتبدأ فينها في السيرفاكل اللي في نود قولي الجوروس وميكروسكوبك مين يقول الجوروس وميكروسكوب بتاعتها الجوروس عند ميكروسكوبك فيتشارز وفهوجكين لفهومة هتبقى النارجت وفيرم وكاتسيرفس جريش بينك صح كده وقات فيرست ديسكريت دي الليتر فيوز دي ايه توجدر بس طب ميكروسكوبك هي ليه فيه عريس سيلز ايه تاني فيه الانفويتشو مع عريس ايه سيلز بس في حاجات تانية بقى صح كده دق مع الجدول كمان ان هي ايه الاسبرت بتاعها كنتيجوس مش عارف بيتر بروجنوز عارف زيكون ايه شوات كلام كده طيب ماشي انا بشرح كلام ده ايه فيه ناس بيتخراجوا منطب مش عارفوا الفرق بين اللوكيميا والليمفوما طيب ماشي الليمفوان دي بتيجي ليه يعني واحد بيجيه لليمفوما يعني اللي بيخلي واحد يجيه لليمفوما مثلا ايه السبب قالغ غالبا فيروس فيه نعمل فيروسات مشهورين جدا في الموضوع ده بهوان اخوص plenty بالفعل التل ذي لليquinho يسمى البولرس ده اسم واحد دي طبع ايه دي الهوجك اسمها حضرتك ماشي فالهوجك اسمها هوجك خلص كده اي اسم تاني بقدها ننهوجك طبع سألكم سؤال تعرفها اسمعين تعرفها تسمع عنها نرجع للجدول وهي ها الا ايه تاذ ا ايه هما ننهوجك اللينفومة كده ايه ها بس كومن اللي بتبدأ في اللينفينود بس ممكن بأكاية تدع اكستر دال كومن طبعا لانها جنراليز تخلي بالك من قدها كله وما هاش كونستيوشن المانفستيشن ها ايضا انكو فيروس تيسل مفوما له كيميا فيروس وابشتين بار فيروس طبعا هؤلاء أشهر اثنين في الفيروسات فيه فيروس غبي اوه اسمه يبصوا كابوسي ساركوما هيربس فيروس اسمه كذا اسمه كذا يعني فيروس يعمل حاجة يسميها كابوسي ساركوما من طفئة الهيربس او سعب سموه ايومن هيربس فيروس بس هو الاسم الاشهر يسميها كابوسي ساركوما هيربس ايه فيروس بس الاشهر منهم دول يا جماعة التيسل مفوما له كيميا فيروس وابشتين بار فيروس ايه لا وحاجات تانية ايه اسمعها بس احتاج الله خليك اسمعها دي في الكتاب عندك كتب ايه وبعد حالات الهيليكوباكتر بايلوري عافينا دي ايه الهيليكوباكتر دي تسمعت انا في الفرما او لا حاجة ايوه اللي بتعمل بيبتك قلصة صح يعني ايوه لك دي بكتيريا اصلا من الاكل الملوث والحاجات دي كلها يعني من الناس تاكل مبارة كتير بيجروا انفكشن ده بتعمل الحاجة زي طبيعية لكتب اللينفومة هي بتعمل كرونيك ايه انفكشن وبحصل ماشي لدرجة انسعاب يتكون اللينفويت فولكل في قلب الايه في قلب المعدة نفسها من سيفير اللينفويت في المعدة دي مع كرونيك انفكشن ممكن ماشي كلام لان انتيجة الهيوي ايه انفلترشن بيحصل فين في الستمك حتى اقولك ايه بتعمل بتعملها مش اي مكان تاني حتري بتاع المعدة بس ماشي بريديس بوست بكرونيك انفكشن بنهلكوا ايه باكتير مش هي اللي نفسها راحت على اللينفويت وعملت لا 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 ده هي حصل ايه عمل انفلت مشها في الستمك فحصل هي في الانفوستيك ايه انفلترشن فلما حصل انفوستيك انفلترشن مع قلبت بايه بكنسر جاستريك لينفوما ماشي ممكن بقى حاجات ريديوثيرابي يعني لاحق بقى علاج اشعاعي كيموثيرابي علاج كيماوي او بياخد حاجات بتثبت المناعة اميون سابريشن ايه اميون سابريشن ده بيقولك في الكتاب رينيالترانس بلانت ايه علاقته بالموضوع بالضبط كده صح العام بتاع نقل الكلة ده بيقى ادواء بتثبت المناعة عشان الجسم نفوص الكلة ده دفع ارشين حلوين فيها صح فمع نقص المناعة ممكن يجيله ايه لينفوما ودي حد فاكرها أجامجلوبójولوميا يعني ممكن الممكن تأتي بتأتي نتيجة وراسة أه ممكن لو عنده مشكلة اسمها أجامجلوب evaporاميا يمكن يجي له أيه المفوما واللوكيميا كمان يعني دي موجودة في المفوما وموجودة في اللوكيميا لوكيميا واللمفوما تقول لكه بقى حجتين يعملوا المفوما والوكيميا عاكس عجتين درسناهم يعملوا المفهومة ولوكيميا لو فشافوا سألهم لك فيروس ووراس الفيروس تيسل المفهومة ولوكيميا فيروس وممكن خلال وراس اللي هي اسمها دول مرضين او مشكلتين ممكن يعملوا المفهوم ويعملوا عبارة دولوكيميا ماشي الليه نقص المناعة عموما يقول لك اي كان نوع الكنسر ده ماشي يعني ممكن حاجات غير ممكن حاجات غير الكيميا ولوكيميا بس اشهر حاجتين هم ايه لوكيميا ولنفومة ماشي وخلي بالك من حاجة برضو ان ده خلال وراسي وفيه جينيتك موجود ماشي وممكن نقص او مشكلة في الجين دي هي اللي بتعمل الكلام ده وصلت طيب طيب تعالوا نتكلم عن برينس انا معلش الكاتبه اتش دي ماشي كرام اللي هو اسموها هوتجيكن ايه نزيز بس في كتاكو عملها ايه اتش ال ماشي طيب هوتجيكن لنفومة بصوا شباب معي ايه 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 تشارز تاكو هوتجيكن لنفومة تعبق بصوا قبل ما اتكلم عنكم انا خليكم حد ايه من اللي احنا قلناه يكلمنا عنه تكلمونا عن هوتجيكن اولا هو فيه رئيس سيلز صح؟ ايه شكلها ايه معرفش والله بس هي فيه رئيس سيلز ايه بيبدأ في كل الليمفونودز ولا فاكمام حده ده بيبدأ مش كده طب معاه اعراض عامة اه يعني ممكن سخونية وانيميا ونقص خس مش كده ايه طب الامتشار الليمفونودز عمل ازاي كونتجووس مش كده طب بياخد اكسترا نودل ممكن بس نادر قوي ماشي معايا ايه طب ايه الليمفونود شكلها عمل ازاي اللرجد وفيرم وغريش بنك صح كده في مشكلة صعبة ناورا كلمة انتو شوفها هو كتب ايه حجيكن ديزيز اعرضوا ايه جنرال فيتشرز قولهم صح كده طب ايه سأذوب الهجيكن ايه كوزز ايه كوزز بتاعطه انا قلناهم يا عم فادهم صح كده تمام قلناهم كلهم اللي فادهم تمام انا ما كتبش كوزز هنا لا ما كتبهاش هو جيبس على البركتسيلمفومة قالك ابشتان بارفيروس وقالك فيها نوع ما له جعب الفيروس يعني بابده ممكن ازوب التاني ما جيلي الاج اهو ده بقى هما بقى بتجي من 18 ال 24 سنة او من 55 ايه لسبعين يعني ممكن يونج ايج اسمها كده يونج ايج او يونج ادلت وميدل او ميدل ايج او ميدل ايج يعني 18 ال 24 ده يونج ادلت نفسه صغير شاب صغير او تاخد الايه اللي هو من 55 ال 50 لسبعين ده اسمه ميدل وقلد ايه وقلد ايج يعني تاخد اطفال لا تاخد اطفال خالص ماشي من كام لكم قلنا من 18 لكم ل24 او من 55 لكم لسبعين فيه للايه للورم ده كلانكا ليه بيبدأ بيبدأ بصير ومعاه دول بقى اسمه قولنا هي اسمها كده ايه بقى سيستيميك سيمتمز هو برضو ده ايه بقى سيستيميك سيمتمز سخونية انيميا لوسوف ويت انكريز اسر بالليل يعني ديجي بالليل يقضي يهرش في جسمه كده ماشي كلام اسمها ايه دي بيريورايتس والله فيه ده كترة بتبقى دمخة عالية قوي او والله يتليمس داخل العيادة والله بجد ويحد دخله يبص له كده ده وفيه ده كترة بصمجية لان ده اشرب مية ولعب رايدة كتير ماشي ده موجود ده موجود يعني في الدكاترة اثنين موجودين ماشي جورس بيكتشر العادي اللي هو ايه ماحنا لسا ايه لنحالة اللين في نوم بتبقى اللارش ده وفيرمو وزيفت بس حقا ده يبقى جديد نعمل ايه ماكروسكوبك العادي بس يعني ايه العادي بصبرا ماكروسكوبك عاملت ازاي اهو شباب بصبرا ماكروسكوبك سواء هودجكن او نون هودجكن اللين في نود بيحصل لوس ايها افنود الاركيتكشر يعني الهيكل اللين في نود بيختفي و ربلاسمنت افنود لالتشو باي نيوبلاستيك لينفويد تشو ماشي ومعها راس يبقى ايه اللي هاوضوحه بس دول ايه هو عبارة عن كذا small cells او كذا cells او راس cells ومأي اما نكون معها بها راس او معاش ايها راس لو معها راس cells يبقى ايه نان هودجكن يبقى احنا نقول ايه في الميكروسكوبك فايندك في الهودجكن ديزيز هقول والله ان فيه لصف نودال افنود الاركيتكشر ويهي تاني ربلاسمنت افنود تشو باي نيوبلاستيك المفويد تشو اللي هو كذا 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 وفيه راس cells اللي هي كذا 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 ماشي طبعا هو الاساس في الهودجكن البلوة دي اللي هو ايه هو هقول نفس الحوار ده بس هاوسق بس النان هودجكن بيبقى خليقة واثنين بس هاوز بسعر رب دلوقتي ومعهم شي مينها راس cells بص اكتبوا معنا المعلومة دي كده جدول الهودجكن ونان هودجكن ده هنزود فيه حاجة صغيرة هودجكن ديزيز ونان هودجكن ديزيز ماشي مايكروسكوبكري في فرق بينهم الفرق بين الاثنين بصوا هنا طبعا في الاثنين هنا كتب كده بصوا ال loss of noodle architecture replacement of noodle tissue by new plastic lymph tissue زي ما احنا قلنه دلوقتي وبعدين بص البلاستيك المفويتشو ده بقى نعمل كده ساهم هنا في الهودجكن وساهم في الاثنين ماشي في الهودجكن نوع A نوع RS اه يعني بتلاقي انه هوجيكن ده اني بلاسك تشو بتعنيه في نوت خلايا واحدة بس او ممكن اتنين نوعه ولنعمل خلايا الماشي الهوشيكن يعني انواع many types of cells many types of cells زائد مين ها RS cells وقتك بتعب يعني هنا ال RS cells دي كتب وجامل كده ال only نفهم بالحطة كده بروحه كده هو دلوقتي سواء الهوتجكن او النهوتجكن باناني ولا مالجننت مالجننت على قصة كده طيب بص النهوتجكن نفس الكلام بس فيه نوع او اتنين منينها من الخلايا نوعها الاتنين دول مالجننت 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 أقل مما هي هما او خلايا صغيرة Okay ن justification wy نوع اي هات عن blueprint يعني انه نوعه صغير Nothing قد نفسها نفس سندن أو خلايا صغيرة كتلة واحدة يبقى لين في نوع كلها كده بس نوع واحد دس او ممكن يعني انوائين مثلا مع بعض بس كلهم برضو ايها ده فين ده يعني في نوع او اتنين بس كلهم طب هنا قال لك في نوع كتير جدا بتلاقي مش عفلين في سايت و بلازمة سلوى و يزينه في ايه ده دي نورمل سيلز و معاها مين ها ر اس سيلز طب يعني ده كلهم نورمل نورمل اه و مين اللي معاهم مميز ها عارفين هبلة و مسكوها طبلا يعني ايه و واحدة مجنونة طرات يلا ياولاد تعالوا رقصوا معي فالناس كلهم مش عارفين مين دي يلا نورقص نورقص ماشي كلام طب انت دورمل سيلز تطلعين معها ايه يعني رقص يا عم رقص يا عم انت حالف حاجة او الله واحدة ماشية في الشارع و مجنونة كده و عمالة بتطبل يلا كلهم يرقص انزلوا يلا ياولاد فرحموا ايه كلهم نزيم البsuchنات ناس عادية جدا صح مين الهابلة والناس تانين ناس عادية بس معاي أنت حوالين مين هذه العرائس سيلزق toutes ا countdown so forth اصبوا حصائي و ال اظيفهم والطبيعي والكهنس والكلام دا كله Voor none والخرف وجوين بننورقص مع مين مع العرائس سيلز طب والبقيين على الاskin خيلي Cambodia جدا conjugate اما عمين sets طب يلا يا جماعة اعาม رح نعم نجي معك يا اختي وماله نجي معك يا اختي وماله وحنا نهبل معاك نعم هنا كلهم هبل بتاع الايه الشارع كلهم هبل بس ايه نوع او اتنين منين ها من الخلايا فهمتوا منظر صعبة فهمتوا هدين يعمل ازاي بص ما اركز مع بعض في حتة دي ايه هنا بقى المنظر يبقى الهوتجكين ديزيز يا اخواننا العادي يعني فيه ايه اركتكشور والسيلز قلنا مين ها ايه اخواننا يعني ايه لمورفك هستيو ليمفوسايت بلازمة سيل زينوفيل دون نورمل او الابنورمل نورمل مين بقى هنا الارس بثوجنومونيك يعني ايه نيوبلاستيك سيل بتاعت الايه الورم ده طبعا نتكلم على انواع الار اس سيلز ممكن تكون عاملة ازاي فيه كلاسيك وفيه مش كلاسيك ازاي بصوا بصوا منظر ده كلاسيك ار اس سيلز ليه يعني ايه النوع المتعارف عليه اللهم يسموه الهوتجين ايه جاينت ايه سيلز دي عاملة ازاي الخلاة دي بصوا هي خلاة كبيرة لارج سيل لها مالتبول نيوكلياي من اثنين لثمانية نيوكلياي او سعاد اولك من اثنين لخمسة ويقولك والنواي فيها حاجة غريبة اوي افتكروا الاسم المنظر ده عاملة كده اوتر كلامبينج اوف كروماتين ويس برومينات نيوكليولوس عاملة زي عين البوم اول ايه اول ايه بس فيها كاركتر دي اقولك على دلوقتي يعني الكاركتر دي بتاعت الاول ايه ويحنا ا Sehr PDI والانتبال روди لك ن Eigen الاول ايه ・أمني أي أي broad في هم أي أي والاسدك ضائع اسمها انفوفيلك يعني بياخد ايه بيقبل النوعين من ايه ملستين البيزيك ضائع والاسدك ايه ضائع اسمها انفوفيلك اسمها كده ماشي طيب ويبقى السويني الخلايا بتاعت النواة اوتر كلامج اوف كروماتين وسبرومنت نيكليوز بمنزر الاول اي عين البوم ويبقى النوع ده من الخلايا اللي فيه اتنين بس مش احبهم اتنين لخمسة ولا اتنين لثمانية صح النوع ده اللي فيه اتنين بيعملين كده بصو بصو بيشتغل عمز Entertainment ده نوع فيه نواة بس عاملين استزاي اكن النواة ببص في مرايا اسمها ميرور ايه بس دهبوا اتنين بس طب لو خمسة مشكلة طبعا هيبص خمسين مرايه او باسر روض ده يعن ايه النوع مش احنا هونا باتنين لاخذيه مفوق صح كده الاتنين دول لو خلافيها اتنين بس نواتين بيبص البعض في مراي كده اكني هنا مراية بيبص على بعضهم يعني. اللي هنا زي اللي هنا بالزبط اسمها ميرور ايه امج. طب النواة نفسها اسمائها اول ايه شبهة الاول ايه اول اي. فهمتم? وصلت? طب لو خمسة ما كلهم اول اي برضو بس بكلم ايه اللي فيها نواتين مع بعض? النواتين بيقوا جنب بعض كده اكنهم بايه بيبصوا لبعض وشهوا بعض بالزبط. فبيسموها ميرور امج ايه نيوكلوس. انوية المتمثلة يعني. فهمتم? طيب. ده كلاسيك طيب المتعرف عليه الناس كلها عارفاها اللي هو هجك اللي كان بيتكلم ايه عنه. وسموها هجك ايه جاينت سيل. فيها نوع تانية غريبة ايه. من الهجك برض بس فاريانت بقى. ايه يقولك ايه? دي بقى اللي بتاع ار اس هتطلعوها وسموه باسموهم ماشي كلام. بس يعني ايه احنا ايه? كلهم اسمو ايه? بس الفعالين اللي هتكلم عنه ده هو الار اس بقى. ايه هم دول دي? النوع ده. ايه ده? قالك ولا بص? هنا الخلاة دي فيها نواية واحدة. غريبة اوية. لا هي دي نواية واحدة. ماشي? عشان كده ايه? شالوا اسم سمعوه. خلوا ايه ها? ريد سترن برج سيل. فهمتم? بعد ما كان اسمها هجك ان جاينت سيل. قالك لا ما فيه انواع ما فيهش جاينت سيل. ما فيهش ما بتبني كليوهي? يعني ما قدرش سميها جاينت يا بقى. فسموه باسموه باسموها ريد سترن برج ايه سيل. وحتى الالفارينت اللي تبقين كلهم مفهمش اكذا نواية. نواية نواية بس. الوحيدة الكلاسيك دي. ليه دي. اللي قلنا مين دي انا? اللي هي الكلاسيك طيب اللي هي اسمها هجك ان جاينت ايه سيل. انواع التانية اتكلم عنها نواية بس. ماشي نواية واحدة. قالك اذا نس انها جاينت باع. ما انفعش ده هجك ان كنا بيكميعوك ولا ايه. ماشي بس احتراما ليه بارده سموه المرض بايه باسموه كالترخير يعني. طيب. مهمات خلاص مهم يعني. ايه الخلائي دي? اسمها هي. ما هي? اللي هي دي? اقول لك النواة افولد. واسناء البرباريشن بتاع الخلائي دي. ايه اللي بيحصل. بيحصل اسمها. في بعد البرابريشن. ويسي بسبيس كتا حولين النواة. لا يسموه اللي يسموها دي ايه الياكونار سيل. اه يعني هيا لكونار لما جامع جامع الجامعة بنعمالها سنتشوفها ازاي. يعني انت دلوقتي في خليت موجودة هتشوفها ازاي غدا ما تزبغها ماشي بس هم لقوا حاجة غريبة جدا لما جم سبغوها حصر ريتراكشن لسه تبلازم كده وسبب ان اوال وحدها في النص ماشي بقت النيوكلوس ارحالها ايه 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 فاسموا الخلايا دي الليكونر سيل سموها ايه اخوانا الليكونر ايه سيبادة الفريانت التاني الليكونر طيب ايه 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 سيلز حتى بص لها صورة كده هنا بص عملها جزء مزره ايه ايه مستشكل شوفوا نوا فين اخوانا فيس بيس حواليها لو جلنا فيه برضو انواع تاني من كبار قوي ايه شايف هنا هذي النواة هيا وده سيتوبلازم هشوفوا ايه 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 امسهم ايه امسهم ايه اوه في طرف كده اردت اسموها ده سموها بعد البربرياشن بهسموها صعبة دي فاريانت نوع تاني ايه هو ده ايه ده قالك مونو نيوكلور سيل يعني هي فيها نفس الكراكتر بأنفو فليكساتو بلازمه كل حاجة بس حاجة غريبة اول هي نوع واحدة كده وفيها بروميننت نيوكلولوس موجودة فيها كده منظر ده فقاله خلاص ده اسمه مونو نيوكلور فاريانت ما ده نوع بس نادر اول نوع ده نادر جدا يعني اللي هو اسمه ايه مونو نيوكلور ايه الفاريانت اللي هو النوع الثالث يعني فيه كلاسيك وفيه لكونار وفيه مونو ايها نيوكلور المونو نيوكلور ده فيه نواحدة كده وفيها بروميننت ايه نيوكلولوس اضحة جدا فيه النوع الرابع قالك ايه بتاع الفشار نوع الفشار اسمها بوب كورن سيل عم في الفشار ماشي ازاي ده ايه ده اللي خليه عملت ازاي الهرجسل برضه بس النيوكلوروس تقعتها لبيوليتل كده بلك عملة زي الفشار البوكورن عم فيها حبة الفشار لعب بروس كده وبروس كده وبروس كده واريجولور كده تعاى اسمها ايه البوب كورن وقالك ايه النيوكلولوس انكلير بص المنظر عملة زي هناكده يعني تيقب بص هناكده شايفيني النيوكلورس مش واضح قوي زي بتاع ابنهوله جنبها اسمها يعني يعني مش واضح المعالم يعني ابص النواة هنا عملت ازاي واضح جدا هنا في نيوكليولوس بس ايه فين النواة نفسها اهي فين اطراف الخلية اهي الخلية دي ماشي النواة نفسها عملت ازايها شبه الفشار بوب كورن والنيوكليولوس انكلير مش واضح قوي فهمتم صعبة ادي الاربع انواع بتهمين الهوشيكن او اسمها طبعا الصحبة اسمها ايه الار اس ايه لا يجيش تقول لها الهوشيكن جاينت سيل لفن ان ايه واحدة ووالدي جاينت سيل ان ايه واحدة فمن ان سماء ايه ر اس سيل الكليسيك تايب بتاعت الهوشيكن اللى الرجل تايب اللي اكتفى ده من سماء اسمه ميرور اميج بقى او بتاع الاه كان عم فرحان او بموضع ميرور اميج ده كورماتين وبرومنت نيوكليوز عمز يعني البومة بس النوع اللي فيه خليتين مع بعض ده بيسموه الايه ميرور ايميج ايه نيوكليو ايفين توها طيب يبا دي انواع الايه الار اس ابو المناسبة سعب بيقولك هنا ايه في المون نيوكليوز ده بيقولك النيوكليوس بتبقى او او ابلونج ايه ابلونج دي عاملة كده مطاولة شوية يعني ده اسمها ايه ابلونج نيوكليوس يعني يعني ممكن تبقى مدورة او ايه طويلة شوية كده يعني مش اوفل اغصدامي اوفل مش كده الاوفل بتاعي ايه ناحية ايه الاوفل بيبقى شكله كده اخواننا بصوا ده منظر بالاوفل شيب كده اوفل ماشي لقى دي عاملة كده بصوا كده عاملة العصاها كده بس ايه بلونج كده اسمها اوبلونج اسمها اخوانا ايها اوبلونج لسه الهوتشكين برضو فيه موال تاني كده نتكلم عنه احنا كده اقولنا الماكروسكوب مهم قوي قوي موضوع الماكروسكوبك مهم جدا ماشي ايه انواع الهوتشكين ده تعم بصوا مع بعض وليه التأسيمات قلي تعم نشوف جدول بتاع كتاب عندكم بقى كده نشوف مع بعضنا وبص اخوان احنا اقول لكم حاجة ودوقت الهوتشكين ديزيز الخلايا بتاعته عبر عن ايه ايه نوع الخلايا بتاعته فيه خلايا طبيعية صح بس هي مفوضة مش طبعية هي الجننة صح كده بس هي مش مالجنة انت يعني بس مين الاكشطر فيه بس فيه ازينويل برضو موجودة فيه بلازمة سيل بس الاشر رمى مين الليمفوسايتس ماشي بي ولا تيه بي ما احنا قلنا نهوتشكين تقريبا كله بي صح كده حتى الليمفوسايت بلازمة سيل لان بلازمة سيل خلاص ويعني مين هم الليمفوسايتس سعح والمجنونة هي مين بقى الاريس سيل طب اقول لكم حاجة لو لقيت ورم لقيت ورم فيه الليمفوسايتس يعني فيه نوع من الهوتشكين فيه الليمفوسايتس كتير جدا والاريس وليلين ماشي يبدا ده حلو الوحش حلو جدا صح كده فبيسمو ده الليمفوسايتك بريدومانت طيب هو بيقولك هنا ايه ايه انواع الهوتشكين هستولوجيكال كلاسيفيكيشن بص معاك انا ارمى بعض بص بص انا اقر اسم وقال لكم بيكون من ايه ودوقتي الفكرة كلها قالك ان الهوتشكين فيه الليمفوسايتس يعني وفيه ماشي فعلى حسب لو لقيت مثلا ايه الليمفوسايتس كتير جدا والاريس قليلين يبدا اسمه الليمفوسايتك بريدومانت طيب يعني الكلمة دي يعني من الليموسايتر على الورم الليمفوسايتس ومجانيف بس ماجانيف موجودين معلاز� يكونوا موجودين مع شعبوا ورم طيب لو بتك لليمفوسايتك ديبليشن طيب يعني � Bird Kl breed كلمة يعني انتهي لس كلمة أو يقل بيختفي ماشي يبقى لوا لها المساøية لو تك Lymphoistic ديبليشن طيب يا امي اللي هيزيد ويد يبقى ده يبقى ده حلو اوره واحش ده ده سبالة يبقى الملجنة كتير جدا مش كده طب يبقى يبقى الانتين قد بعض يبقى الانتين هي ايه قد بعض فانت تعلم ان تفكر مع بعض نبص المنظر كده فيه ثلاث أنواع أساسيين من الهوتشكين وفيه نوع الرابع كده هندخله في النص معه الثلاث أنواع ديقول فيه نوع فيه لنفوسات كتيرة أرئيس صغيرة وليلين يبقى اسمه لنفوساتيك بريدومنان طيب اسمه كده لنفوساتيك بريدومنان طيب نوع ده يعني من الكتير فيه النورمال سيلس والعرئيس موجودين ولكن قليلين قوي وأكيد أكيد أكيد ده بري بري جود برغنوز صح كده أكيد من غير ما تكلم يعني طيب تعال نرى النوع الأخير ده اسمها لنفوساتيك ديبليشن يعني بيقله ماشي بيختفوا طيب يعني اللي اختفى مينها اللينفوساتيك مينها يزيد العرئيس يبقى ده بري برغنوز يبقى ده أسوأهم على أطلاق ماشي اللي فيه اللينفوساتيك للنورمل وكتير للمالجننت يبقى ده زفتوطين يبقى ده بري بري برغنوز طيب ميكسد طيب هنا فيه خليط منين ومنينها من الرئيس و اللينفوساتيك صح أدى بعض يبقى انترميديد برغنوز الوسطة يعني لا حلو ولا هو ايه ولا هو يحش ماشي تمام وده غير من ده كومون يعني ايه بصوا اللينفوساتيك عاملة كده ماشي في الميكسد سلولارتي خليها ماليها كده بماظر ده بالشكل ده ومعهم الايه الار اس بنفس الايه الكمية ديفيوز كده يعني ده ميكسد سلولارتي بس فيه ديفيوز انفلترشن فينها في اللينفوساتيك فيها مشكلة طيب النوع التاني اللي بكلم معناه ده اسمه نوديولر سكيليروزيس طيب عامل ازاي قلك اللينفوساتيك عاملة كده ماشي وفيه برضه ميكسد طيب يعني ايه بتلاقي اللينفوساتيك سلولارتي اهه 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 منظر ده كده شوي المنظر برضه عاملة ايه انفلترشن لبينها للامترشن ما هو نفس الاركتر والامترشن بالامتر خليف بس اللي بلاستيك تشو غريب شويه ايه اللي حصل شفين ار اس معهم كمان اهه ميكسد عاد جدا يعني ده ادى ده تقريبا. بس بينهم زي ايه? فايبرستيشو كده. عاملين ديولز. شوف شكلان ازاي اخوانا. اه يعني هو بس عامل ديولز يعني بينهم فايبرستيشو. ايه? طيب يعني فيه فايبروز موجودة يعني. فهمتوا منظر عامل ازاي? طيب ايه البروجنز بتاعته ده? ما زي اللي تحته صعب كده? زي برضو ايه او مودرت بروجنز. فهمتوا منظر? صعبة? ماشي. امين احسن انواع اللي فيه لينفوسات كتير صح كده? واريس اولالين. ايه اسوأ انواع اللي فيه اوريس كتير? والانفوسات اولالين صح? طيب البقين انترميدين. البقين دول بقى فيه نوعين. يما واخد اللينفينوت كلها. ماشي? كتلة واحدة كده دفيوس او عامل ايه? نوديولز القلب الايه? اللينفينولز. ماشي? وصلت. يعني ده برضو مكست. اللي هو ده? نوديولو ده. بس ايها? بس الايه الكتل اللي تكتشو عامل ايه? نديولز قلب الايه? فيه مشاكل? صعبة? ده اسمه ريي كلاسيفيكيشن او حاجة تاني. بصوا جون بتوع الصحر العالمية ده بلقيت شو. يعني بصراحة خانقة بقى. طب ما حلو ريه ده جميل جدا وزي الفل يعني. ماشي? ملهم دول. اعملوا تقسيمة نفسه. قالك لا لا. ريه ده من زمان قوي. ماشي? قالك لا لا احنا نعمل حاجة ريس انت كلاسيفيكيشن. بصوا بتوع من منظام الصحر العالمية عملوا ايه? بص. عشان بس ايه? الخانقة. قعد شوف كده. قالك ولا يبص اه فيه كلاسيكي اللي نفهم. ايه دنايا بقى كلاسيكي دول? اللي انت عارفهم يعني. بتوع ايه? اللي هم ايه بقاها? نوديولر سكيلولوزيس. ها? ميكسي سللارتي. اليمفوسيتك ريتش. البردومانت يعني. بتغرر الاسم ايه? ماشي? واليمفوسيتك ها? ديبليشن. فيها مشكلة? بجي انواع. وقالك بص اعرف النو ديرر. يعني ايه? النوع الاولuda. اسمه ايه؟ المفروض انه هو زي كده. دفيوز بارده. قالك في منه النوع عمل ايه؟ النو ديولس. ay بقى كده في نوعين عملين نедиولس بكench معا. في نوعين ممكن يعملوا نديولس. المكلام ت OP ممكن يعملوا نديولس. و ؟ نسم الله اللي و ب behaving كده ممكن يعمللها نو ديولس. واصلت اي بما عمله ايه؟ تاني. بص اخواني تاني الري قسمها ازاي تعال ما عاملكوا اربع رسومات كده ادي واحد اتنين تلاتة اربعة عشان بس اين خلاص من دي دي تقسيمة ري دي اول تقسيمة خالص قال لك بص اسمعوا حتى دي كده اللازرة ده اللينفوسايتس دول اهو والله احمر ده رس دول اللحمر ده خلص كده الهو رس بس هنا معهم فيو ها لينفوسايتس هنا معهم فيو ها رس خلاص هنسمي ده لينفوسايتك ايها بريدومنانت وده اسموها لينفوسايتك ديبليشن بش موجودين ساعة كده فيه مشاكل وفيه نوعين تانيين ايه هما فيه نوع ديفوس كده خليه ديفوس ديفوس برضو ساعة كده ماشي فيه نوع بقى ديفوس كده بس ميكسد اللي تنقض بعض ديفوس ليسموه النوع ده هنا ميكسد سللرة ايه طيب في مشكلة طيب وفيه نوع تاني عمل كده ميكسد برضو بس كده عمل ايها نوديولس اهو معاه رس بطه اهو فيه اي مشاكل كده خلاص ده ري ري قالك ده تأساني بتاعثو جن بتوصحها العالمية قالك تأساني دي عدر راسي لنفوق بس موظمة ما هو لموظمة ممكن تلاقي كل واحدة من ذلك.. معها واحدة فقط ار اس كوالا فقال لك في وحدة طائب اللي هما دول في الWHOO وفيه زود النوع ده ماشي اللي هو ايه Nodular اللي مفوستيك Bredominant ماشي فهمتم وصلت يبانية ده جديد بس على من بتاع الWHOO زائد دول اللي هو الره ماشي او يعني الWHOO حطوا الره كclassic classification وزود النوع الجديد اللي هما اكتشفوه اللي هو ما ياسقوا ايه اللي مفوستيك bredominant بس Nodular كاليستيجوس ماشي ايه المراحل ده يعمل لك الهوضجيكين مراحل في المرض انظر معنا هاودي خلاص نعرف انتم ايه ببصول كتاب صغريبك هاودي خلاص هاودي وقت الهوضجيكين بيبدأ بيبدأ في مجموعة واحدة من الفنود مجموعة واحدة غالبا هي منها السيرفايكل فقال لك انظر الهوضجيكين سنقسمه اربع مراحل اربع ايه مراحل ايه دول انظر بيقول لك ستاج ون هنا الديفرام اهو في رسمة الكتاب عندك بصو ده الديفرام اهو بصوا على منظر ده طبعا ما بتكلم مش ون مش واحدة بس غروبز يعني الاجزينة دول غروب السيرفايكل دول غروب باش كلم البراورتك دي غروب انجوانا للليمفنود مش واحدة ايه غروب فقال لك ايه في مراحل بصوا عمني ازاي ايه المراحل دي ستاج ون بيقول لك one group of lymph nodes affected above or below ماشي يعني بياخد مجموعة من الليمفنود بس زي السيرفايكل بس يا ممكن سيرفايكل بس ممكن اجزيلة بس ممكن ميديا ستاينل بس بس في الغالب بتبقيها كومونلي سيرفايكل فاستاج واحد affection of one group of lymph nodes above or below ماشي اتنين affection of more than one group above or below ماشي يعني مثلا ايه تلاقي ميديا ستاينل اجزيلة مع بعضوه كلهم فوق الديفرام ماشي ستاج ثلاثة بيقول لك ايه ماشي يعني فوق الديفرام وتحت الايه الديفرام كان عنده بقى سيرفايكل وميديا ستاينل وميديا ستاينل وانجوينل المضوع بقى عناف شوية ماشي يبقى ثاني كده بصوا معي ناخد ايه نص الجسم فوق الديفرام وتحت الديفرام استاش واحد وان جروب بس يا فوق الديفرام يا راح للديفرام ماشي او حتى بيقول لك ابصوا انفولفنت of single lymph nodes او جروب في المفنود above وانجوينل يا فوق ايه تحت مش هدفر ايه بقى صحك ده في حاجة اسمها single group above ما مفعش يعني اباف او بلو اللي هيه الديفرام طب اتنين انفولفنت of two or more lymph nodes جروب ات وان سايد او ديفرام ماشي يعني يام فوق الديفرام يام تحت لقيها الديفرام يبقى هنا بصوا اباف او بلو بصوا هنا كبه دي ودي اباف او بلو اباف او او بلو هنا اباف اند بلو شاو في المساكيو اباف او بلو واحد اتنين اباف او بلو ديفرام اتنين تلاتة اباف اند بلو ديفرام يعني فوق تحت الايه الديفرام الديفرام اتنين ماشي بصوا باة هنا ايه اقول لك ايه long هذه غريبة يعني يقولك اسمعوا حتيتي مرضو خليبك مانا هو عادة عادة الهج كان يبدأ فينها او الليمفون يبدأ فين في الليمفينوت صح كده اقل ممكن تبدأ فينها اكترا نوتل صح كده تسبيلين الليمفويت تيشو صح كده معي طيب فالي حصل قالك بتلاقي العين ده عنده الورجنز كلها انفولفت بايه بايه او فيه اورجنز سيستينوك اورجنز عادية دخل فيها ايه ايه اليمفاتق انفلترات من دول ممكن بقى يكون بدأ مع اليمفينوت او بدأش مع اليمفونوت يعني ممكن يقولك ايه يعني اخطر مرحلة في الموضوع كلها ايه أن معًا ستلاقي معهfed وإنه أتلاقيه معه الوضع الأوضاء الأخرى فهو الإنفنود وسواء الإنفوند kingdoms ou بدأ представت بإنفنود او بدأ في سبلين او في ومعها سستينوك اورجان دي سمستجة اربعة فهمتم وصلت اولا تاني تاني يا جماعة اللينفومة بتبدأ فين في اللينفينوت نودل وقت دي يا جماعة الكومونست مش ممكن اللينفومة تيجي اكسترا نودل صح يعني اكسترا نودل فينها سبلين او قدر اللينفوتش خلاص طيب اللينفومة كومون اللي بتدقى فين في اللينفينوت ممكن تدقى برا لينفينوت ممكن مش كلام دي نادرة دي ولا كومون نادرة جدا طبع مش كلام وصلت طيب بدأ اكسترا نودل او بدأت نودل بقى مش كلام وعملت سبريد لأضر اورجان لفر كدنيس انتستن لنج كله صح كده يبدأت ضع فيهم تموزها دي ده اصدع لهاي يعني كده قاله استشار باعة ان الورجانز انفولفت سواء بقى اللي هي بدأت نودل او اكسترا ايه او اكسترا نودل فهمتوا عاملة ازاي يبقى واحد واحدة بس ابافقر بلو اثنين اكتر من واحدة ابافقر بلو تلاتة ابافقر بلو بس كله ده ايه اللينفينوتز او اللينفويد تيشو بس طب اربعة خد اللينفويد او اللينفيتشو وبارو اللينفيتشو اني اللينفيتشو ايا كان بقى اللينفينوت او غير اللينفينوت ومعاه ايه اوغانز اوغانز ايه الجسم كله بقى ماشي كلام برين مش برين لانج انتستن كله دي استسمع استشار ربعة خلاص ماشي ماشي يا فن موضوع صعب او كده تيقيل صح كده بص بقى احنا قلنا استشار 1 2 3 4 في مشكلة كده خلص كده قالك اي استشار من دول ممكن معها القاتل ايه بقى بص هناك خلي بالكم اي استشار من اللي فوق دول ممكن يكون معهم القاتل دول بص هناك يعني ممكن لك ايه استشار 1A او استشار 1B استشار 1A ماشي استشار 1S معاناهم ايه الكلام ده كله بص ايه معاناها ان في absence of systemic symptoms ايه ده يعني هو مثلا عنده affections from group ومعهوش ايه ما بلا فيه في فر ولا فيه الكلام ده كله بس ما استشار 1A ماشي ماشي طب معاها systemic symptoms بس استشار 1B ماشي خلاص طب ايه معاناها extra lymphoid site ماشي اس معاناها ايه involvement يعني مثلا في استشار 1 وفي سبلين involved ماشي سبلين بس يبقى ده استشار 1 وهي واس سبلين يعني ماشي ماشي ايه استشار 2 لنفنود مع سبلين يبقى 2S طب ايه راكو دي واحد عنده استشار 1 عنده فيفر ماشي ها استشار 1 عنده فيفر بادي ايه فيفر وانيميا ها يبقى 1 ها بي واحد عنده هوتجيكين ديزيز اللي يموتوك منعه عقل صحك ده انت عندك اللينفاتيك سيستم اتأثر صحك ده هو ممكن ايه تاني ايه تاني ايه تاني ايه تاني الفلتريشن صحك ده او بمعنى ايه دولايات اللينفنود بتكبر اخوانا عزوالك معلومة ساعات اللينفنود بتكبر مش حاجة كاز غيرها اللينفنود بتبقى البرتقانة واتبر يعني فيه انواع من اللينفومات دي طبعا اللينفنود عادتا بتبقى ايه نوع متوسطان بس فيه منها انواع ضخمة جدا ماشي طب لو اللينفنود ضخمة يتعمل ايه برشاها اورجن صحك ده يبقى برشاها اورجن او افلتريشن اللي ايها للأورجن مع نقص ايه نقص المناعة فهمتم ده ممكن يموت فعين ايه الهجن